انتشر على السوشيال ميديا مقطع فيديو لشخص اندونيسي بيا ام المصليين وبمجرد سجوده فارق الحياة في غمضة عين ورد فعل المصليين كان صعب وبدأ المتابعين يسألوا عن الشخص ده وهل رحيله كان طبيعي ولا كان بيشتكي تعالوا اقول لكم مين هو الشخص ده ورد فعل المصليين كان ايه وقالوا ايه عنه فيديو انتشر على السوشيال ميديا بسرعة البرق لشخص كان بيا ام المصليين وفجأة فارق الحياة الشخص ده هو الإمام أندي سيامسول بحري الشهير بشمس البحري واللي بيأم المصليين في صلاة الفجر في مسجد العلا في مدينة اليكبابات في أندونسيا وبمجرد ما أطال الإمام شمس البحري في السجود رفع أحد المصليين رأسه ليكتشف أن الإمام فارق الحياة وفي لمح البصر دخل أحد المصليين مكانه عشان يكمل الصلاة وبمجرد الانتهاء من الصلاة بعد التسليم شلوه وشافوا ضربات القلب وتأكدوا أنه خلاص فارق الحياة أثناء سجوده وهل البعضهم وقال هذه من علامات حسن الخاتمة اللهم احسن خاتمتنا يا أرحم الراحمين وهنا كان لازم نجمع معلومات عن الإمام وأكد الجيران وبعض المصليين أن شمس البحري كان حافظاً للقرآن الكريم وأن ربنا اختر له نهاية عظيمة تليق بي وهو ساجد ودي من علامات حسن الخاتمة وأثناء صلاة الجنازة عليه اقتصد المسجد عن آخره وكل المصليين رددوا الأدعية على روحه الطاهرة اللهم اغفر له وأسكنه فسيح جناتك وانهانت التعليقات على السوشيال ميديا واللي كلها كانت عبارة عن أدعية للإمام الراحل كمان بعض المتابعين أكد أن الحياة صيرة والرحيل حق وفي علامات لحسن الخاتمة زي الرحيل أثناء السجود رحم الله الإمام شمس البحري وأسكنه فسيح جناته اللهم حسن خاتمتنا ولا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنه ترجمة نانسي قنقر